اشتركوا في القناة وافدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية كان بأن جهاز المخابرات الشباك هو من أعطى الضوء الأخطر لوزير الأمن القومي المتطرف بنكفير واسمح له باقتحام المسجد الأقصى المبارك كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وأدوا تقوسا تلمودية داخل بحاته بعد اقتحام المتطرف بنكفير للمسجد وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال ومنع منهم دون سن الخمسين من الدخول إلى المسجد من جهته قال رئيس الممارضة الإسرائيلية إيرلابيد تعقيبا على اقتحام بنكفير بالقول أن هذا ما يحدث عندما يكون رئيس وزراء ضعيف ويقوم بتعيين أكثر الشخصيات عديم المسؤولية في الشرق الأوسط في منصب هو الأكثر انفجارا في المنطقة ويتعرض المسجد الأقصى المبارك يوميا على الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات من المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان إلى مقر الوزارة وذلك لنقل رسالة احتجاج حول اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنكفير باقتحام المسجد الأقصى المبارك وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سينان المجالي إنه قد تم تسليم السفير الإسرائيلي رسالة احتجاج لنقلها على الفور لحكومته أكدت على وجوب امتثال إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال لالتزامها وفقا للقانون الدولي ولسيما القانون الدولي الإنساني بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك والامتناء عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وطالبت مذكرة الاحتجاج الحكومة الإسرائيلية إنهاء كافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤونه وذكرت بأن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه محذرة من أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاها خطيرا يجب العمل على وقفه دانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات اقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير باقتحام المسجد الأقصى المبارك الثلاثاء وتحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وأكدت الخارجية الأردنية في بيان لها أن قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مدانة وتمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها من ناحيتها جددت الخارجية السعودية التأكيد على موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية البستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية بدورها أكدت جمهورية مصر العربية رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس محذرة من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة وعلى مستقبل عملية السلام داعي كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع من جانبها أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاقتحام ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وممتلكاته لسيما في القدس ومقدساتها واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيت أن ذلك يعد استباحة للحرم القدسي وعدوانا على القبلة الأولى للمسلمين واستفزازا لمشاعرهم الروحية بقرار من الحكومة الإسرائيلية وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية جمال رشدي في تصريح صحفي إن هذا الاقتحام يأتي في صياق بدء تنفيذ حكومة نتنياهو لبرنامجها المتطرف وأجندتها الاستيطانية بكل ما ينطوي عليه هذا البرنامج من احتمالات إشعال الموقف في القدس وبقية الأراضي المحتلة على نحو بالغ الخطورة كما وجددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صدر عنها موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس والشؤون المسجد الأقصى من ناحيته جدد البرلمان العربي دعوته للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في التهديئة والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته الدينية ووقف الانتهاكات السافرة للقوى القائمة بالاحتلال أعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة مشددا على متابعة الأفعال التي تتعارض مع ذلك فهي تساهم بزيادة التوتر في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن مكتب ممثله في فلسطين إن الأسابيع الماضية شهدت زيادة خطيرة في التوتر والإصابات مشددا على أنه من المهم وقف التصعيد وتجنب أي أعمال واستفزازات تغذي هذا التوتر مشيرا إلى أن موقفه بشأن القدس لم يتغير من جهته قال المبعوث الخاص لاتحاد الأوروبي إن الوضع الراهن للأماكن المقدسة ووصاية ملك الأردن المتفق عليها دوليا ضروريان للسلام الإقليمي والاستقرار والتوازن بين الأديان الرئيسية في القدس وهو أمر مهم جدا لنا أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها لاقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن جفير ودعت إسرائيل إلى التصرف بمسؤولية لمنع مثل هذه الاستفزازات التي من شأنها أن تنتهي كما كانت وقدسية الأماكن الدينية في القدس وتسبب التصعيد في المنطقة كما وأعربت المملكة المتحدة عن قلقها إزاء الاقتحام مشيرة في بيانها إلى أن المملكة المتحدة تبقى ملتزمة بالوضع الراهن ومن المهم على الجميع تجنب كافة الأنشطة التي تؤجج التوترات وتقود فرص السلام قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودينا إن اقتحام المتطرف إتمار بن جفير للمسجد الأقصى المبارك تحدي لشعبنا الفلسطيني وللأمة العربية والمجتمع الدولي وحذر أبو رودينا من أن استمرار هذه الاستفزازات بحق مقدساتنا الإسلامية والمسيحية سيؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع كما وحمل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسئولية عن أي نتائج أو تداعيات حيال ما تتخذه من سياسات عنصرية بحق أبناء شعبنا ومقدساته مضيفا محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى مرفوضة ومصيرها إلى الفشل مؤكدا أن القدس الشريف والمقدسات خط أحمر لا يمكن تجاوزه بدوره اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ اقتحام بن كفير المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وبقرار من رئيس حكومته مقدم لإجراء أكبر إن لم يكن هناك رد فلسطيني عربي إسلامي دولي عليها وطالب الشيخ الذي وصف الاقتحام بالوقح كل الأشقاء العرب باتخاذ موقف رادع لحكومة الاحتلال وسياساتها التصعيدية هذا وقل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في بيان إن اقتحام المتطرف بن كفير للمسجد الأقصى ليس خطوة فردية إنما جرت بموافقة لإتلاف الحاكم لدولة الاحتلال لتنفيذ مخططاتهم التهودية والتي تهدف إلى تغيير الطابع العربي الإسلامي لمدينة القدس والمسجد الأقصى في انتهاك واضح وصارخ لجميع القرارات الدولية من جانبها أشارت وزارة شؤون القدس إلى أن إقدام المتطرف بن كفير على هذا الاقتحام هو بمثابة استفزاز لمشاعر وعقيدته كل المسلمين حول العالم والحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيته وحذرت من أن يكون الاقتحام بمثابة مقدمة لمزيد من التوغل الإسرائيلي في المسجد الأقصى بهدف نسف الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد وبدوره أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري أن هذه الخطوة الخطيرة تأتي في ظل الاتفاقيات التي شكلت على أساسها الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر يمينية في تاريخ الحكومات الإسرائيلية أصدرت قائمة الجبهة والعربية للتغيير بياناً قالت فيه أن اقتحام بن كفير للمسجد الأقصى المبارك هو اقتحام احتلالي بحماية شرطة الاحتلال وأن هذا الاقتحام وكافة الاقتحامات لن تغير حقيقة كون المسجد الأقصى وقف إسلامي خالص أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ويقبع تحت الاحتلال الذي يجب أن يزول عن القدس وأشارت الجبهة والعربية للتغيير إلى أن نيتنياهو الذي أقر الاقتحام هو شريك ومسؤول عن هذا الاقتحام وتابعته بدوره اعتبر عضو الكنيسة عن الجبهة والعربية للتغيير عوفر كسيف هذا الاقتحام بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي وأشدد كسيف أن هذا الاقتحام يعبر عن التفوق اليهودي في دظام القمع الإسرائيلي قائلا إن ثمن إشعال الوضع في المنطقة سندفعه جميعا وكل ذلك بسبب حكومة مجنونة بدوره حذرت القائمة العربية الموحدة حكومة نيتنياهو الجديدة من المسي بالمسجد الأقصى المبارك ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه وأدانت المؤحدة بشدة في بيان قيام بنكفير باقتحام المسجد الأقصى المبارك في تحدي خطير لمشاعر نحو ملياري مسلم يرون بالمسجد الأقصى المبارك حقا إسلاميا خالصا وفي تجاهل تام لكل التوجهات الدولية وفي تنكر غير مسؤول لجميع القوانين والمواثيق الدولية التي تعتبر المسجد الأقصى المبارك منطقة محتلة وفقا للبيان من جانبه حذر حزب التجمع الوطن الديمقراطي في بيان له من أن ما يهدد به بنكفير محاولة أخرى منه لإشعال المنطقة وفرض واقع جديد في حرم المسجد الأقصى مضيفا أن الأخطر هو أن هذه التهديدات تأتي ليس بصفته الشخصية بل من أحد أقطاب حكومة نتنياه الجديدة التي تتبنى سياسة بنكفير بالكامل اعتدت مجموعة مكونة من نحو 15 شابا من مدينة بئر السبع بالضرب المبرح على ثلاثة عمال عرب من النقاب قبل أسبوعين أثناء عملهم في حديقة متنزه حيدال في المدينة وحاولت دهسهم بتركترون العمل التابع لهم أثناء محاولة سرقته ما أدى إلى نقلهم لتلقي العلاج بمستشفى سوروكا طبعا تم الاعتداء على الشباب العرب الذين كانوا يعملون في بلدية بئر السبع في الورود وما إلى ذلك نحن نعرف أن السرطة تتقاعس في هذا الجانب وهذا شيء طبيعي عندما تكون الضحية من العرب فإن السرطة لا تحرك تقريبا ساكنا وعلى الرغم من أن العمال المعتدى عليهم تعرفوا على اثنين من المعتدين الذين كانوا يحملون السكاكين والعصي أثناء الاعتداء ووجود كاميرات في المتنزه فقد أطلقت الشرطة صراحة أحد الشبان الذين وقفتهم على ذمة التحقيقات بعد نهاية التحقيق مباشرة طبعا كان مجموعة عمال عزل يقومون على لقمة عيشهم تعرضوا من قبل مجموعة يهود للضرب المبرح وحتى وصول أحد منهم إلى المستشفى الشرطة لم تحرك ساكنا وهذه نتيجة التحريض الأرعن علينا من قبل الصحافة ومن قبل متخذي القرار في هذه الدولة ثلاث شباب يشتغلوا في السبع كانوا قاعدين يتغدوا في الشخناع في السبع جوا مجموعة شباب يهود نادوا عليهم جوا على طول صار يضربوا فيهم في منهم معهم خواص ثلاثة معهم خواص صار يضربوا في الشباب واحد من الثلاثة ظلت ألف غيب وطاح واثنين ظلت كمان ضربوهم وشردوا ما مسكوهم وقالت شرطة النقب في تعقيبها أن الملف لا يزال قيد التحقيق وأن المشتكين لا يتعاون مع محقيقي الشرطة فيما يؤكد الأهل من جانبهم أنهم تعاونوا مع المحقيقين من خلال تقديم الشكوى وتشخيص اثنين من المتورطين في الاعتداء الآثم عليهم يعني كيف اثنين في مقتبل الأمر مئة وأحد عشر بيتا مهددا بالهدم في قرية الداليا وربما أكثر ومئة وعشرون عائلة تعاني من شبح الهدم في عسفيا وربما أكثر مئات العائلات تدفع ثمن تقاعس وإهمال وتجاهل الحكومات المتعاقبة وتحرمهم من حقهم في المسكن مئات العائلات تعاني منذ سنوات جراء عدم المصادقة على خرائط هيكلية وتوسعة البلدات فتلجأ للبناء غير المرخص الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ترجمته بأوامر الهدم والإنسان البسيط اللي عم يدور على مأوى يسطر حاله ويسطر بيته بوصل لهذا الوضع إنه إنسان 450 ألف شكل وروح دبر حالك اليوم صار أنت مذنب أنت إنسان مذنب إذا أنت بتعمر في أرضك أنت إنسان عليك دم بنت ممنوع تعمر أرضك طيب شو الحل؟ شو الحل؟ أما دولة إسرائيل ما تغلطش دولة إسرائيل عم يتوصل الطائف الدرزي لنوع الشارع ممكن فيه ضرها من الزمن يصير في إنفجار وإن لم يكن أمر الهدم كافيا فالغرامات تكفي حيث يغرم كل مواطن مبلغ يتجاوز 300 ألف شكل وقد يتضاعف المبلغ ليصل إلى ثلاثة أضعافه وأما عن السكان فهم بين المطرقة والسندان فالسلطات المحلية تقف عاجزة أمام قرارات الهدم الجائرة التي لا ترى المواطنة إطلاقا أما المواطنون فأعلنوا عن مسيرات واحتجاجات ووقفات جماهيرية تطالب بإلغاء قرارات الهدم الجائرة مشكلة أساسية عندنا في الدالية وكرميل أنا فيش وين عندي ابني؟ أنا بش عندي أنا خمسين دولم مئة دولم يعني هاي الأراضي إلنا هاي أراضي عن جدودنا عن أبياتنا يعني هاي فيش وين الروح؟ يعني هاي هي ضلت عندنا هالأرض بش إنه عام نعمر مثلا أنا بش عام عامر بريت الخط الأخضر أنا عامر في منطقة الدالية وعندنا هاي الأوامر الهدم والأوامر المخالفة هاي كسر الظهر جولة واحدة في قرى الكرملي والحديث مع المواطنين تظهر حجم المعاناة والقهر لدى المواطن البسيط الذي يعمل طوال عمره لتوفير تكاليف البناء فترد سلطات الإسرائيلية على عمله ليل نهار باستصدار أوامر هدم وتوزيع مخالفات بالجملة على المواطنين فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا الحبس الفعلي لمدة 22 شهراً وغرامة مالية قدرها 2500 شيقل على أحد معتقلي هبة الكرامة رازي عوضة البالغن العمر 21 عاماً من مدينة عكا وعقدت المحكمة المركزية في حيفا كذلك جلسة نظرت فيها بملفات أربعة شبان آخرين من عكا على خلفية أحداث هبة الكرامة وهم محمد عثمان ومصطفى مصري وباسل طنطوري وجواد سطيلي وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد أطلقت سراح رازي عوضة وأحالته للحبس المنزلي في بيته في عكا القديمة يوم الخامس والعشرين من تموز عام 2022 وذلك بعد أن اعتقل يوم السادس من حزيران وحقق معه بشبهات الدعاء مشاركته في أحداث هبة الكرامة هذه الوجه الشابة لشبان من مدينة عكا محمد عثمان ومصطفى المصري في العشرينيات من العمر لا يزالون في خضم المواجهة مع المؤسسة الإسرائيلية التي توجه لهم تهما خطيرا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات هبة الكرامة قبل عام ونصف خاصة بعد إقحام جهاز الأمن العام الشباك الذي يعقد الصورة أكثر فأكثر بالنسبة لجهاز الأمن العام المخابرات هو دخل عمليا لهذه الملفات منذ بدايتها يعني في شهر أيار 2021 بعد ما انتهت الأحداث وبديت موجة الاعتقالات منذ اليوم الأول دخل جهاز الأمن العام المخابرات للتحقيق في هذه التهم وهم يعطوا صبغة أمنية لهذه التهم منذ البداية وفيما بعد ما انتهت التحقيقات وقاموا بتقديم لوائح اتهام كمان النياب استمرت في هذا النهج وقدمت لوائح اتهام التي شملت بنود التي هي عمليا تهم على خلفية عنصرية بنود وفق قانون مكافحة الإرهاب حاليا حتى في الزجون المعتقلين والمحكمين يقبعون في أقسام التي هي أمنية فكل التعامل من البداية مع هذه القضايا كان أنها قضايا على خلفية أمنية إلى جانب جلسات بحث قضايا المتهمين محمد ومصطفى قضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا اليوم على المعتقل الثالث رازي عودي بالسجن لمدة 22 شهرا في إطار اتفاق أبرم مع نيابة العامة هو أخذوا أول إشي على جريمة قتل اللي كانت بالقتل الأفندي والربوري وقفنا محامي والحمد لله ما كانش لأنه كان معاه كل الأدلة كانت معاه لأنه كان قاعد بالقهوة موجوده القهوة كانت دنيا رمضان السيام كل ساعة تصل بأمه ومصور أمه بالقهوة مروح بالطريق ومين قاعد مع من أصحابه وأخذوا صحابه وقالوا رازي كان معنا وشافوا الكامرات غادة ورازي قاعد ما قالوش أي علاقة وهو انضغط جوا بالآخر قال أنا رميط حجر يعني هني مش إنه عم بيعطوا أحكام هيك على قد عالي لله بالله لا هني دي ربوا الشباب يعني إستن أمن كل إيامي ولا شاب مستحيل يطلع يفكر ليه لأنه لما شاب بدين عمره 18 سنة ينحكم له 10 سنين أو 15 سنة هدا دي يطلع إيش هف من حياته ما أظنش إنه يعني عم بأسقصه جناحن عم بيربوهن ترباي وكل أحكام انتقامية إذا حجر الحجر الواحد عم بيكلف سنة أنا ابني حجرين سنتين عيه أبعاد هبت أيار لا تزال حاضرة في حياة عائلات المعتقلين فيما تستمر الشرطة ودهز الأمن العام الشباك بحملات الاعتقالات والتحقيقات التي يرى فيها كثيرون من أبناء المجتمع العربي ثمنا يدفعونه لثنيهم عن النشاط السياسي أفاد رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناع الدكتور محمد زحالق مع بداية العام الجديد أن التحديات الاقتصادية ستكون كبيرة وعلى عدة أصعدات مختلفة تتجلى بموجة من التباطؤ والركود الاقتصادي والبطالة التي بدأنا نشهدها من خلال الإقالات الأخيرة في الهاي تيك مضيفا أن خيار التأثير وتغيير الصورة لا زالت واردة من خلال موقعهم في اتحاد أرباب الصناع ورجح الدكتور زحالق إلى أن أسعار الفوائد البنكية ستستمر في الارتفاع خلال العام الحالي إضافة إلى استمرار ارتفاع الفوائد المفروضة على مسارة التمويل التي تقدمها البنوك للمصالح والمصانع عامة في البلاد وأن غلاء الوقود والمياه والأرنونة والفوائد البنكية سيمس بالقدرة التنافسية للصناعة المحلية في الأسواق العالمية وأتطرق زحالق إلى انضمام ثمانية مصانع عربية إلى برنامج كيسف حخام الممول من قبل الحكومة والذي يقدم المساعدات المالية للشركات والمصالح التي يتعدى مجمل مبيعتها مبلغ 200 مليون شكل والتي تتمتع بخبرة سابقة في التصدير مشددا على أن المصالح وشركات العربية المشتركة في هذا البرنامج ستحصل على تمويل يصل إلى 75% من مجمل المصرفات فيما ستحصل سائر المصالح وشركات في البلاد على تمويل يصل حتى 50 بل أصيب أربعون شخصا بينهم أطفال وأهلهم ومعلمين وسائق حافلة وشاحنة في حادث طرق وقع بين حافلة ركاب وشاحنة على شارع واحد قرب مفرق ألاترون ونقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى مشاف المنطقة لاستكمال العلاج فيما فتحت الشرطة ملف للتحقيق في ملاباسات الحادث وفي تطور آخر أصيبت عابرة سابين تبلغ من العمر 60 عاما بجروح خطرة مع إصابة بالرأس في حادث ذهس من قبل حافلة في مدينة حيفا أخمدت تواقم الإنقاذ والإطفاء حريقين شباف سيارتين بشارعين مختلفين بمدينة حيفا دون التبلغ عن إصابات هذا وفتحت شرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملاباسات وأسباب الحريقين تجدر الإشارة إلى أن حيفا شهدت في الشهر الماضي أربعة حوادث إحراق سيارات قصوصية تعود لمواطنين من المدينة على خلفية جنائية استشهدت طفل آدم عياد البالغ من العمر 15 عاما متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر كما أصيب طفل آخر برصاصة في اليد خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب بيت الحم واقتحمت قوة من جيش الاحتلال المخيم وشرعت بهدم منازل المواطنين وتفتيش عدل آقر وإثر ذلك دلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمغلب بالمطاط وقنابل الغاز والصوت بصورة عشوائية كما اعتقلت الشابة عنان سربته بعد أن داهمت منزل والده في المخيم فتشته وعبثت بمحتوياته وأعلنت لجنة التنصيق الفصائلي في محافظة بيت الحم الإضراب الشامل حدادا على روح الشهيد الفتى عياد على أن يقدم طلبة المدارس امتحنتهم وبارتقاء الطفل عياد يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى ثلاثة شهداء أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تشكيل فريقين قانونيين محليا ودوليا لمتابعة إحالة الجمعية العامة للأمم المتحدة ملف الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العضل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأنه آصف الملكي قرار الجمعية العامة بالتاريخي وبأنه سيؤدي إلى كشف حقيقة دولة الاحتلال وإنهاء خداعها للعالم بشأن وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة مضيفا إلى أن ردة فعلها الهيستري يأتي بالسبب معرفتها بمدى تأثير القرار عن عملية الخداع التي تمارسها بالشأن الاحتلال للمتواصل أوضح المالكي أن لجنة وطنية شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتحرك على الصعيد الدولي ستبحث باتخاذ مجموعة توصيات بأليات حجد الدعم لدولة فلسطين قبل رفعها إلى سيادته للمصادقة عليها موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة